الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم بحول الله عز وجل في مقرر الحفظ بإذن الله عز وجل نستأنف ما بدأناه في الدروس السابقة تعلمون أننا نحفظ ماذا في أي سورة أحسنتم في سورة المجادلة بارك الله فيكم واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى كما ترون أمامكم في الشاشة فإننا سنحفظ بحول الله عز وجل من الآية السابعة إلى الآية الثامنة من هذه السورة العظيمة ولكن قبل أن نشرع جرت العادة دائما أن نذكر أنفسنا بأهداف تعلمنا للقرآن الكريم لماذا نتعلم القرآن الكريم أبنائي وبناتي؟ ممتاز بارك الله فيكم من الأهداف وهو أعظم هدف الإخلاص لله تعالى وابتغاء الأجر من الله كذلك أن يحمض الطالب الآيات من سورة المجادلة من الآية السابعة إلى الآية الثامنة حفظا صحيحا وأيضا أن نطبق ما في الآيات من أحكام وآداب أما ما يتعلق بآداب تلاوة القرآن الكريم فإننا نستذكر أيضا أن الاستعاذة والبسملة عند التلاوة والاستعاذة مواضع وللبسملة مواضع وللاستعاذة مع البسملة مواضع كذلك الطهارة واستقبال القبلة عند التلاوة وأيضا قراءة القرآن من المصحف وكذلك تحسين الصوت عند التلاوة إذن أبنائي هذه هي الآداب فهل توضأتم؟ جميل رائع وحضرتم المصاحف على آيات درسنا لهذا اليوم ممتاز 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 إذن دعونا نجتمع لهذه التلاوة ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى نستمع يا أبنائي ونتابع نستمع ونتابع نستمع سويا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير إذن أبنائي وبناتي استمعنا للمرة الأولى لهذا المقطع ودائما ما نكرر أن الحفظ بارك الله فيكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يحتاجوا لماذا؟ احسنتم يحتاجوا لتكرار فدعونا نعيد الاستماع مرة أخرى بكل انتباه وإن صات ونكرر الاستماع المرة والمرة بإذن الله سبحانه وتعالى ثم نقرأ سويا بحوله سبحانه وتعالى دعونا نستمع مرة أخرى أبنائي وبناتي ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير إذن أبنائي ومناتي بارك الله فيكم كررنا واستمعنا والآن بإذن الله عز وجل نقرأ سويا سأقرأ وأنتم تكررون من بعدي بإذن الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير إذن أبنائي وبناتي اتلونا سويا وكررنا والآن دعونا نتوقف أيضا لنتعرف على بعض المعاني الواردة في هذه الآيات الكريمة ما هي النجوى يا أبنائي تكررت معنا في هذا المقطع أحسنتم هو حديث السر حديث السر وأيضا من المعاني العدوان يتناجون بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين هذا من العدوان وأيضا حسبهم جهنم أي كافيتهم جهنم ومن المعاني ننطلق أيضا سويا للأحكام التجويدية لاحظوا بارك الله فيكم هذه المواضع ولاحظوا بارك الله فيكم ما وضعنا وأحطناه بالدائرة الحمراء في الموضع الأول ما هو الحكم التجويدي هنا أبنائي وبناتي أحسنتم بارك الله فيكم حرف الجيب من حروف القلقلة والمجموعة في قطب جد ممتاز ممتاز من نجوة من نجوة لاحظوا يا أبنائي في الموضع الأول وبماذا أحطنا هذه الدائرة الحمراء وكذلك ما يتعلق في الموضع الثاني في الموضع الأول ما رأيكم أبنائي وبناتي ما هو الحكم التجويدي هنا ممتاز ممتاز بارك الله فيكم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء هنا ماذا أحسنتم بما يتعلق بأحكام الميم الساكنة من حروف الإخفاء الشفوي ممتاز بارك الله فيكم طيب في الموضع الثاني ما هو الحكم التجويدي هنا طيب حرف من حروف المد أتى بعده همزة طيب ما الحكم التجويدي هنا أحسنتم حرف مد أتى بعده همزة قطع في الكلمة التالية فهو إذن مد جائز منفصل يمد بمقدار أربع أو خمس حركات أحسنتم أحسنتم أبنائي وبناتي بارك الله فيكم ونفع الله بكم إذن أيها الرائعون والرائعات في هذه اللحظات نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته